اشتركوا في القناة فيكم في برنامج نانون اليوم عندنا قضية جميلة تكلمها تهم المجتمع كافة وتهم المرأة خاصة نتكلم عن وسائل الإعلام وعلاقة المرأة في هذه الوسائل منذ ظهورها طبعاً احنا مجتمعنا مجتمع جميل محافظ له قيم وله مبادئ وطبيعي أن تنطلق علاقتنا مع الإعلام من هذه الرؤية اليوم معاً نظيفات لهم بصمة وبصمة جميلة وحديثة في عمرهم معاً ناستاذ حنان العمادي معاً ناستاذ حنان العمادي معاً ناستاذ حصة السويدي وهما إعلاميات قنيات عن التعريف أنا عرفتهم لكم وطبعاً تشوفونهم في برامج خاصة فيهم وهذا طبعاً من رؤيتهم الصادقة والواضحة في العطاء لهذا المجتمع عندنا خطيحنا اليوم بنشرح للجمهور تاريخ المرأة والإعلام وشين هو يعني ما لها وما عليها تقريباً في هاي الموضوع عندنا أرقام حقائق نحب نشوفها قبل نبتدي هذا البرنامج استقطب الإعلام القطري منذ انطلاقته الأولى المرأة للعمل فيه سواء المرئي أو المقروء أو المسموع ورغم ذلك أشارت دراسة إلى أن 73% من عينة شمل الطالبة الجامعات والمرحلة الثانوية لا يرغبن في العمل الإعلامي أما بالنسبة للطالبات التي أبدينا الرغبة في العمل بمجال الإعلام فقد حاز مجال الصحافة أكبر نسبة في رغبة القطريات بلغت نحو 43% يليه في المرتبة الثانية المجال الإذاعي وأبدت نسبة منهن رغبة في العمل بالقنوات التلفزيونية الفضائية وإن كانت نسبة متدنية حيث مثلت نحو 14.28% وقد بيّنت نسبة مقدارها 35.7% أن العزوف يأتي لعدم رغبتهن في العمل الإعلامي عموما وتزداد في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ عدد نساء القطريات المشاركات في مجالات إعلامية مختلفة خاصة التقديم التلفزيوني والإذاعي بعد ظهور تلفزيون قطر في حلة جديدة بعد تطويره وإطلاق قناة الريان الفضائية وإنشاء إذاعتي صوت الخليج ومؤسسة قطر وأوضحت إحدى الإحصائيات حسب آراء طالبات قسم الإعلام في جامعة قطر بأن 43% يتفقن على أن السياسات الإعلامية في الدولة تشجع المرأة على الانخراط في الإعلام و46% يرين أن المرأة تحظى بدعم المؤسسات الإعلامية للعمل في مجال الإعلام و32% يتفقن على أن العادة والتقاليد لا تعيق العمل الإعلامي عدنا معاكم أعزاء المشاهدين بعد رؤية هذه الأرقام والحقاقة على الشاشة يعني من ضمن الموضوع اللي انعرض اخت حصة واخت حنان عدنا في دراسات تجريتها الجامعة على طالبات الجامعة والثانوية عن عمل المرأة رأيهم في عمل المرأة في مثلا التلفزيون كانت الإجابة 76% يرفضون العمل في هذا المجال وطبعا هناك أيضا يعني أكثر تشدد الظهور التلفزيوني أما الإعداد في البرامج وغيرها هذا يعني ممكن أنهم يشتغلون كوظيفة بس دون ظهور على الشاشة اخت حصة ظهوريش على الشاشة والتواريخ ممكن تعطينا إياها وين اشتغلتي بمراكز إعلامية يعني عشان نعطي فكرة عن عمل المرأة القطرية في هاي المجال طيب هو الظهور يعني كان يعني بشكل متواضع من في مختلف القطاعات الإعلامية في البداية حطيت رجلي على المسار الإعلامي بدون قصد على أساس أني حبيت الكتابة الشعرية كانت عندي بعض الأعمال الشعرية المتواضعة إلى أن نميتها فظهرت يعني بشكل أيضا متواضع في الإعلام على مستوى النهرجانات التي كانت تقيمها الدولة في ذاك الوقت إلى أن لا بديت أشوف فعلا أن التوجه عندي بدأ يعني يزداد منسوبة لا أنا يعني حاب أن أشك طريجي في الإعلام إلى أن اتجهت في ذاك الوقت كان طلعت عندنا صوت الخليج ودخلت أيضا يعني وطلعت عبر أثيرها في برنامجين فكانت لي بعد هذه التجربة الجميلة أمر تدلل وكان تهاني العيد نعم نعم نزين الكتابات التي كنت تكتبينها هل أنت نشارتها في ذاك الوقت ولا بس احتفظك فيها كتابات الشعرية لا كان لها كان لها يعني بالفعل نشرتها كان على مستوى الصحف الإكترية في ذاك الوقت وأيضا مثل ما قلت لك مستوى المهرجانات أختي حنان شلون بداية ايش كانت طبعا تقريبا تقريبا تشابة تشابة دايما نختار الجانب الأدبي أو الشعر الشعبي هو أقرب وأسهل يمكن للوصول يمكن ذاك الوقت كانت منتشرة أكثر فكنت أكتب فيها ومن سنوات نقول قديمة يعني شوي المرحلة العمرية تعرفين ترى يعني في سن المراهقة بداية النمج يبتد الإنسان يترجم مشاعره ويحاول كل محاولات شعرية إذا ما قدر حتى يكتب يمكن يحب الشعر أنا يعني ألاحظ في كثير مراهقين هذه الفكرة في بعضهم تستمر معهم في بعضهم يخجلون ويطلعون هذه المشاعر في بعضهم تستمر والصير مثل هواية عند حنان تستمر وتصير هواية وتنضج يعني بس أنا ما أكتب شعر أنا كنت أكتب مقالات في مجال الأدب وبالذات في الساحة الشعبية استمرت لين ما دخلت صوت الخليج في 2006 أيضا في مجال الإعداد وكانت المفاجأة يعني حتى حق أهلي أن أنا داشة في مجال الإعلام خمس سنوات انتقلت راديو مؤسسة قطر سنة واحدة بعدين رجعت للتلفزيون مع لجنة الدعم والتطوير العمل التلفزيوني أيضا ما كانت الفكرة عندي أنها مذيعة نهائيا بس لقيت نفسي جدام الكاميرا شلون ما أدري سبحان الله هي حصيلة تراكمات وأعمال وممارسات يعني الوحدة قامت قناعة تلقين نفسك وصلت لشيء بسهولة بدون ما يكون هناك الدافع أو حتى العقبات ما تحسين فيها يعني سبحان الله الله هو يعني مسير الإنسان صح بالنسبة حنا نعرف كلنا أن تاريخ التلفزيون عندنا أيضا تاريخي يعني حديث 1970 بعدين 74 طلعت عندنا الألوان تلفزيون ملون فإحنا يعني تهيلي ظهورنا في هذا الوقت هو ظهور صح يعني أنا من وجهة نظري إحنا لو كنا طالعين مثلا قبل 10 سنوات أو 15 سنة جدام يتيلي كان الرفض تهم مو بـ 76 وهاي رأي المرأة ترى أنا اللي قلت لكم عنها رأي طالبات الجامعة أن ترفض الظهور في التلفزيون أعتقد النطج اللي إحنا وصلنا له دليل على موضج المجتمع معنا يعني إحنا مخرجات المجتمع نعم ونتيجة الخبرات يعني أو التراكمات والقناعات اللي وصلنا لها كل واحد عنده هدف يبي يظهره ويوصله ويترك بصمة في مجتمعه وإن شاء الله تكون إيجابية تحصها شايش هذه يعني مسألة أننا تكون كل واحدة فينا تكون عندها يعني هذه النظرة الإيجابية أتفق يعني معاتش فيها قلبا وقالبا رسالة توجه يمكن يعني طبعا ما ننكر حق الشخصيات النسائية الإعلامية طبعا اللي طلعت يعني في ذاك الوقت وكانت لها يعني هذه البصمات ويعني منظمهم عندنا طبعا الدكتورة الهام بدر يعني أنا يعني الدكتورة الهام بدر من الناس والسيدات اللي الهموني في مجال الإعلام وبيعني جهود جدا فردية يعني وشخصية رحت لها بس على أساس أن أيام ما كنت طالبة ولا شلون لا ما كنت طالبة في ذاك الوقت كنت على رأس وظيفتي بس حاب المجال الإعلامي وما كنت منضمة إلى أي مؤسسة إعلامية تخيلي بس أني أبي أعيش هذه التجربة كانت تدربني على قرارة الجراد كنت أروح لها حتى البيت بالفعل مثل ما يعني ذكرتي هي قناعة هي رسالة يمكن الحين إحنا محتبنات أكثر ليش توجه دولة من توجه الدولة يعني جزء كبير مننا في اهتمام فينا إحنا كنسة فبالتالي لازم بيكون لنا هذا الدافعية والظهور وبكل إيجابية مثل ما تفضلت ترى أختي حنان شريت لما يعني أنا يعني اللي جيني يعني تقضي الراجعة من المجتمع لما كنا حين في أي مكان يعني أنا أسألهم هل أستمر يعني أنا برضاهم لأننا نطلع عشان نكلم من المجتمع المجتمع فأنتي لما تطلعين حق شخص وتكلمينه لازم يتقبلك و لازم مقتنع بفكرك و المعلومات اللي قاعدة تعطينها و لازم يتقفيت نعم أكيد فلما تحسين هذه المشاعر يا يتج من ناس صادقين عندهم الوعي أنا أحس المجتمع صار وايد واعي لدرجة حتى أنا أكون جدا دقيقة في اختيار الموضوع في اختيار الكلمات لأن أنت تحاسبين عليه أنت ما تمثلين نفسك المشاهد صار ذكي نعم إش رأيت اختيارنا يعني بهاي هذه أكيد المشاهد صار ذكي صار يعرف إذا أنت فعلا تقدمين لشي صادق ولا شي مجرد تمثيل صار ما يحب أي مادة صعب أن أنت تعطينا أي شي مثل أول ما يرضي نقول ذوقه أو ضموحه محتاج تعطينا معلومة بشكل مختلف تماما عن السابق لأن صارت الشاشة بيقعد وبيشوف الشاشة في وقت معين نعم في وسائل أخرى أفضل وأسرع ومعها على طول في مخباه نعم وسائل التواصل الاجتماعي في كل تليفون ممكن يتواصل ويمكن يوصل أكثر من المذيع اللي يقعد وجدام الكاميرا لازم يعني إحنا عشان نوصل يعني وما يقوم حد يسكر التلفزيون عن الموضوع لازم تتقدمين لمادة هو محتاجها أيضا بحب أزيد على كلام زميلة حنان أن يعني إحنا كنساء وسيدات علشان إحنا نقنع المشاهد عبر الشاشة بالدور اللي إحنا قاعدين نقوم فيه يعني أنا أطلع من البيت يعني كمثال من البرنامج اللي لو كنت أقدم هذا البرنامج الصباحي أطلع من البيت شأني شأن أي موظفة شأني شأن الصديقة الأخت فبالتالي لما أطلع علشان أدي هذه الوظيفة وأطلع في الشاشة ووصل لها الفكرة أحتاج أن أقنعها ترى أنا طلع بنفس الشكل بنفس الحشمة بنفس الكلمات بنفس العادات بنفس التقاليد فطلع من نفس البيئة اللي أنت طلع منها يا أختي يا صديقتي يا أخوي ويا أبوي بنفس الطريقة يعني طلع بنتك من بيتك فبالتالي لما نيجي جاب للشاشة شو بيقول أختي هذه بنتي نعم هذه تمثلنا تشبحنا مش غريبة علينا أختي حصة عندنا رأي الشارع بنشوفها ونرجع ونكمل نقاش عن قناة الريان الجميلة إن شاء الله طبعا يعني هي منافية نعم ولكن هي فكرتنا غلط مو بالظهر غلط في نظري أنا هو منافي أنا أشوف المرأة ممكن تشتغل مجال الإعلام لكن خلف الشاشات مش قدام الشاشات كمرأة نمو تدخل مجال الإعلام يعني يفضل إنها تكون تربوية نحس المرأة إذا هي محتاشمة تطلعها في التلفزيون عادي لا لا المرأة بتنص المجتمع ودلوقتي المرأة بتشارك في كل مكان مش محترمة ولابسة كويس خلص إيه المشكلة يا يعني ملابس محتاشمة أنا ما أشوف إنها يعني مخالف العادات والتقاليد وما أشوف إنها منافية أبدا منافية العادات والتقاليدنا مش منافية إذا كان في إطار العادات والتقاليد اللي إحنا عايشينا ما لا أشغل خطأ شيء أكيد منافية العادات والتقاليد إنهاية كافرة أسرتي يعني أحد يقررني طبعا مهاربا هاي وجهة نظر شخصية طبعا أتقبل ولكن بالشرط الإسلامية وطبعا ما عادتنا تقاليدنا طبعا ما أتمنى ولا أشوف أنا حلوان أنا أرفض الفكرة وخلي هالي يطلعون في الصورة أنا أنفي هالشي يعني بصراحة هو صعب أفتخر إذا أتى الأهالي ما أفتخر أتقبل أن أحد من أهالي يطلع أنا بالنسبة لي صراحة لا أتقبل بالنسبة لي شخصيا بس لما أشوف أحد من رابعي يعني أهله في المجال الإعلامي ما رأها عائرة فيه مزعاية وفيه ناس كتير في الإعلام الواحد يتشرف أن يكونوا بلاده أو أخواته ممكن أتقبل عشرة بالمئة إذا كان البرنامج مثلا نسائي عدنا معاكم أعزائي المشاهدين ما زالت أخت حصة السويدي معاننا وأيضا أخت حنان العمادي وإحنا مستمتعين في الحديث معاهم موضوعنا شفنا أراء الجمهور بين مؤيد وبين عند بعض التحفظات لظهور المرأة في الإعلام تحصها ظهورك في برنامج الجميل الصباح رباح وظهور زميلاتك يعني بهذا النشاط والانتعاش من الصبح يعني عطى الناس بصمة يعني أن هذا تلفزيون قطر يعني بمضمونة بما فيه ممكن يعني تقولي لنا تحصل طينا ضوء شوي لنا على النقطة البرنامج الصباح رباح مثل يعني ما يعني يعني ظهر بتقديم تقريبا خمس مذيعات كتريات كل هذه المذيعات طبعا ما جو إلا من اختيار دقيق من إدارة القناة من باب طبعا اهتمام جدا كبير بالمرأة يعني مثل يعني ما ذكرتي طبيعة البرنامج صباحي يركز فيها على أمور المجتمع وبطريقة يعني بإيقاع جدا سريع وإيجابي والحلو أنه ما بين داخل وخارج وتشوفين أنه كل طاقم المذيعات ومشاركة المراسلين من اللي نسميهم من نديبين القناة نعم في خارج أيضا المنتشرين في الدوحة بمختلف مواقعهم لنقل الفعاليات المختلفة إذن اختحنا فيضضحة اسمها بروحها عجيب ولطيف وجودت مع طلول نعم طلال يعني البرنامجين هذين اللامسوا ترى الناس وحسوا في هالقطار ترحنا نصبح فيكم في الصباح رباح وفي فيضضحة فاختاروا واللي تحبون واللي تبون تشوفون وعندكم هذا التناوع في البرامج عكاسة عليك ونظرة يعني اللي ييت الرد من الجمهور لما تكونوا في مكان أو تكونوا في ايش نقشونك عنه شن نظرتهم للبرنامج وجودت في تلفزيون قطر أول شغلة يلاحظون هالناس علي أن أنا هذه أنا بره الشاشة وفي الشاشة نعم نفس الشي ما في شيء تغير أنا طبعي هادي وطبعي باردة نعم بعدين شغلة ثانية اللي ميزة اللي ميزة كترة طويلة عكاسات البرنامج قالوا والله يحليل هلول والله والله تونس وتوسع السدر وهذا أنت اللي تبين تبين تمسين قلوب الناس تعطينهم بسمة تعطينهم معلومة مريحة إنه مو بس مثلا في البرنامج إنه بس أنت بروحك عندك مراهق ترى كل بيت في مراهق مو بس أنت عندك كبير سن كل بيت في كبير سن شرائت في صورة يعني المرأة اللي يمثلها التلفزيون في فترة سابقة ايش كان مردودها على نفوس الناس وعلى أننا احنا المرأة في التلفزيون يعني ايش صورة اختحنان اللي كان نضعر فيها صورة مختلفة جدا عن المجتمع يعني أي حد بيحط على التلفزيون قطر بيقول هذه قطرية معقولة بالصورة هذه فحتى احنا مثل ما تفضلتي وقلتي دائما نستورد الأشياء مثل سلاعات وبرامج فكانت تحفظ الأهل عندنا وايد إنه لا 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 تدخلون في هالمجال حتى الكواليس لما كانوا يعرضون بعض الكواليس لا 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 ما نبيكم كانوا دائما خايفين أن العالم هذه عالم سيء نعم الحين الفكرة تغيرت النظرة تغيرت الوعي زاد نعم يعني أنا الله يحفظهم أنا عندي رادارين في البيت لين الحين مثلا إذا شوي حستتمي يعني أن أنا أضحك وائد ولا شيء بعد البرنامج تتصلي يا يما ما يضحكون وائد رعيب منقود عندنا يعني تعطيني ملاحظات إذا شيلتي لا يما عدلي شيلتت عبايت لا لا فيها شغل وائد ما يطلعون فيها علمتني شغلة أن المذيع لازم يكون مو بس مذيع أنا مو بطالعة عشان أظهر للناس أعطيهم بس معلومة لازم أكون موجه لازم أكون تربوي أنا أوجه جمهور مو بالجمهور يوجهني نعم يعني وبعدين الصدق والوضوح يعني لما يكون الإنسان بالبساطة اللي يمثلها المجتمع يعني يمكن أنا مثل ما قلنا مساء أنه لو من 20 سنة كان بعد المجتمع كان يعني التضييق على البنات وعلى المرأة كان مختلف وكان ذاك الوقت يطلب هذا النوع من السلوك والحماية الحين يعني دعم يعني مؤسسات الدولة كل المرأة وتمكينها من العمل وتمكينها أيضا في مجالات ما كانت تدخلها وحضرون لها المكان ويشوفون حتى راحتها هذا يعني يحسب لدولتنا أن المرأة تقدر وتكرم وأيضا تظهر صورة الحقيقية في الجهاز الإعلامي وهذا طبعا شرح لنا إحنا كنساء أن إحنا نمثل دولتنا بهذه الشفافية وهذا المستقي يختحصنا بعدين لعب دور كثير في توجه الثقافي لأولياء الأمور يعني أنا أعيش اللي أنا أعيش في قناة الريان أنه لما يجي ولي أمر ويقول هذه بنتي دربوها لو ما قدرت تطلع مذيعة شلون تشتغل من خلف الكواليس يعني هذه حقيقة كتوجه دولة تاخذها وتهضمها بشكل جدا جميل مؤسسات إعلامية في تمكين المرأة في الإعلام بشكل جدا مدروس يعني أنا شخصيا أشوف أن التمكين لحد الآن سقفة مش مرتفع كثير كثر ما هو مدروس وإن شاء الله يعني رح يرتفع أكثر لأن لن نقول تمكين مش بس على مستوى مذيعة وتطلع على مستوى شاشة لا أكبر من ذلك أختي حنان نبي يعني نعطي فكرة يعني ما هو يعني المطلوب من المرأة القطرية أو مفاتيح اللي يعني تمكنها من ظهورها في التلفزيون شنو الأشياء اللي ممكن تعطيها خطوات إلى الأمام خطوات واثقة خطوات إيجابية تقبلها المجتمع أول شيء لازم أهلها يتقبلون أنا دايما مع موافقة الأهل لأن إذا هل يوافقين هم الداعم الأساسي لأي شخص هم اللي راح الأسرة الأسرة بيدعموني راح تكون خطواتي ثابتة أنا عارفة الشيء اللي أنا أبي هذا واحد رقم اثنين لازم اللي أنا أقدمة أكون أنا مقتنعة فيه هل اللي أنا قاعدة أقدمة فعلا شيء يناسبني يناسب قدراتي أعلى من قدراتي أقل من قدراتي هل أنا مقنعة في أني أنا أطرح الموضوع للجمهور راح يقتنعون ولا لا في ختام هذه المحور اختحنان اعتقد أن رؤيتنا وصلت لكل بيت وشافتها يعني كثير من السيدات وإن شاء الله تكون واضحة وإن شاء الله نكون أعطيناهم دفعة إيجابية وطبعا ترى ممكن الواحد بعد يقدر يطلع في الإعلام كل إنسان له بصمة في مكان معين في ناس يعني يستحون مثل يتكلمون في ناس عندهم القدرة على الكتابة في ناس عندهم قدرة على البحث يعني هاي ما نبخسهم بالعكس نحن ناخذهم كمصبات ننهل منها هذه المعرفة ونوصلها إحنا كأدوات وصل مع مجتمعنا ما قصرته وإن شاء الله يا ربي التوفيق والنمو زيادة إن شاء الله للبرنامج الجميل التي تحصها ومن معاك من الأخوات واختي حنان يدنا بيدكم وإحنا كلنا يعني مستعدين لتناول ما يخص المرأة في قطر وأعتقد أن برنامج يعني فيضحة موب مقصر ووجودة فيه واختي لولو إن شاء الله ومن معاكم أيضا من وجوه جديدة هاي كله استثمار إن شاء الله لما لدينا إن شاء الله من طاقات توصل معلومات إيجابية المجتمع إن شاء الله الله يحفظكم إن شاء الله الله يزيج خير مشكور أختي حنان معانا هاي الفاصل ونعود لكم عزائي المشاهدين أعتنا معاكم عزائي المشاهدين بعد هاي الفاصل ومعانا ضيفة جديدة تثري برنامجنا ونضيف لإن شاء الله معلومات عن المرأة والإعلام اللي هو محور حديثنا في هاي الحلقة أختي موزة هلا وسهلا فيت معانا الكاتبة موزة إسحاق وطبعا إحنا نقرالت في جريدة الشرق لاتعمود ونبيت تكلمين عن ظهورت في الإعلام في الصحافة كانت بدايتي كانت مع الأستاذ حسن الساي وإحنا جريدة العرب الأسرة الوالدة ما كانت مصادقة بدأت تدعمني يعني لما كنت أرد تقول ليها موزة شنو ما قانتش اليوم بدت تعطيني الحافظ المقربين لي بصراحة يعني أهلي في البيت يعني الأهل كان لهم دور كبير الأصدقاء المقربين أساس ذتي اللي كان لهم فضل علي يعني هم الفجروا فيني هذه الطاقة الكتابية وبدت الانطلاقة كنت أنزل في صفحت الأستاذ حسن على مدار سنة كاملة في جريدة العرب صدر لي يمكن خمسين مقال قضايا مجتمع في كل القضايا التي توجهها المجتمع القطري حسيت أن يوم وريوم بدأ يكون لي صدى أو أنا أطرح نعم أيوة من سنتين انتقلت طلبوني في جريدة الشرق فانتقلت لجريدة الشرق قالوا نتمنى أن تكوني معنا في الشرق وصرر ما يقارن تقريبا سنتين في جريدة الشرق نزيل بقول لت يختيه يعني أنا أحس أن الجانب الإعلامي في الصحافة وظهور المرأة فيه أيسر أسهل اجتماعيا من ظهورها كإذاعية أو في التلفزيون هناك عدة عوامل يعني إحنا لو تكلمنا قبل الانفتاح أمر وبعض الانفتاح أمر ثاني يعني فكرة ظهور المرأة أو الاختلاط أو أن المرأة تطلع من البيت هذه فكرة كانت يعني جدا كانت مستبعدة فترة السبعينيات وفترة الثمانيات الفكرة غير مقبولة بدت بدت يعني تندد أو بدأنا نندد أن نخروج المرأة مع الانفتاح خلال العشر سنوات الأولى نحن مساعدة ما كنت يمتابع حديثنا يعني وصولت لكن كنا ناقشنا مع زميرات التلفزيون حنان العمادي والاختحصة السويدي قلني يعني حتى المجتمع في ذاك الوقت ما كان عنده جهوزية أنه يستقبل أمرأة في الجريدة في الفترة المرحلية اللي فاتت مش بس الجريدة أخي تنورة الجريدة ولا ظهورها اجتماعيا أو توليها أي قيادة أو أي وظيفة خارج مطاق وظيفة معينة في احتكام يعني كان التربية والتعليم المرأة فقط المرأة جانب مدرسة أو إدارية أو قائدة للقسم النساء فيها أو للطالبات من الصغار السن إلى يعني الثنوية بس كانت يعني محصورة في هذا الإطار صعب حتى أنه يتوجه إلى وزارة ثانية أو إلى تخصص آخر مفتوح لأنه نصعوبة مجتمع تحد هذا الشيء أيوة كان هاي هاي متطلبات المجتمع في ذاك الوقت والحين فترة الظهور تختموزة يتهيلي يعني العصر الذهبي طلعتي فيه اللي هو مسموح المرأة أنها تكتب مسموح المرأة أنها تشارك مسموح المرأة أنها تظهر يتهيلي يعني أيام دراستك كان غير والحين حاليا في نقلة نوعية صالنا تقريبا ما يقارب عشر سنوات ونقدر نحددها خلال الخمس سنوات لطلق صار فيه ظهور يعني صارت المرأة في التربية تتحدث وتتطلع إعلاميا صارت المرأة في الاقتصاد تطلع صارت المرأة في التربية تطلع في دعم نعم سياسة الدولة ومتطلبات المرحلة هذه إنشطة المرأة ومجال المرأة تناقشها المرأة ممعقولة يعني أن أشياء ومشكلات المرأة ينظهر رجل يناقشها أو تحضر جمعات الأخرى تتحدث فيها بفعل أصبح هناك المرأة القطرية عالية الثقافة وهي أولى تتحدث عن نفسها وعن مشكلاتها وعن همومها المرأة القطرية شو على الثقافة وليس بسمه وهذا يعني واضح التلفزيون ما يظهرون كثير حتى يقولون وين المرأة القطرية بس إحنا نلمسه في مجتمعنا ما وصلت للمرأة القطرية في جميع المجالات حاليا صار فيه ظهور بالنسبة للصحافة يمكن تلاحظين صار فيه كل يوم فيه ظهور ظهور حتى بالنسبة للمقالات صارت تظهر بس بعضهم لا يمكن أن تطلع صورتها فماذا حاليا فيه تحفظ ولكن مقارنة فيما قبل فيه نقلة نوعية ومثل ما تفضلت وقلت أنه فيه دعم كبير من الدولة صاهم الدفع القوي بعد انتقلتها المرأة في النواحي بالنسبة لمرحلة كقيادة وتوليها قيادات صاهم النقلة النوعية في التعليم دفعت المرأة أنها تطلع إعلاميا يمكن فيه تحفظ ولكن مقارنة فيما قبل لا يذكر الصحافة نحن نشوف تنوع الأقلام النسائية فيها في جميع المجالات تكتب المرأة القطرية وحتى في بعضهم يحطون تحت اسم مستعار الحين في البداية في آخر المطاف بدأوا يظهرون أنفسهم ويظهرون كتاباتهم ما هي الأشياء التي حاليا تجعل المرأة تحجم أنها تكتب أو أنها ماذا لت المورثات الثقافية ماذا لتغير الأسرية الموجودة في البيت الأب أو الزوج أو الأخو يعني يمكن أن هناك نساء كثيرة ما شاء الله عليهم يعني فعلا على قدر عالي من العلم والثقافة والاطلاع والقدرات الإعلامية جدا عالية ولكن للأسف مذالت بعد التحديات التي تواجهها المرأة في المورثات الثقافية والأسرة فعلا تعيقى كبير زوجي الوالد الأخ العيلة أنا ختموزة يعني ما يعني عني من الضروري أن يكون ظهورها في التلفزيون يعني قد تكون مثل ما قلت ساي لكنها مثلا فعالة تعطي محاضرات في الجامعة أو تكون فعالة تعطي محاضرات في المدارس هذا أختي بالنسبة لشكل كإطار ظهورها إعلاميا بشكل عام يعني كصوت وصورة نعم كصوت وصورة لحن بعد يبينها شوي في تحفظ لكن كصحافة كمنتديات فعلا المرأة قطعت شوية كبير يمكن في بعض المنتديات الثقافية قدرات على التعبير والتنوع والخبرات التي نحن قاعد نشوفها تتفوق المرأة بجودة عالية في الكتابة وفي التصنيف في الكتابة وفي المواضيع يعني حتى لو ظهرت المرأة الصحفية إلى جانب الرجل كتاباتها ومنطقها وعاطفتها في التعبير تختلف يعني إحنا محتاجين لكل القلمين وكل طريقة التعبير أنا بقلت شنو السبب الحين اللي حصلت فيها تحولات لخروج المرأة التغيرات اللي خدتها الإزاعة والتلفزيون في تغيير صورة المرأة أيها من أهم ركزوا فيها على أن المرأة تظهر لما أنا أجيب أجيب إعلامية أو أجيب سيدة تمثل المجتمع لها منصب اجتماعي عالي لها منصب ثقافي عالي ولها قوة مؤثرة في العيلة أو في القبيلة مالتها أو في القيادة الإهتمة يعني أضعها مثل ما تفضلتي كوجهة إعلامية أنا كزوج أو كأب لما أشوف فلانا سي من الناس خلاص لما تي بنتي تتقدم أو زوج تتقدم أتق بهذه لأن المؤسسة وضعت فلانا بنت فلان ذات المنصب الاجتماعي أو الاقتصادي أو القبلي النظر عن ما تنتغير أنا ما أقدر أغير أي شيء في المجتمع إلا من مورثات الثقافية هل أنت حسيت بكتاباتك أصدقها من الآخرين لها مردود وهل هذا عدل من توجهاتك زادت أيضا عمق في الكتابة حملني في البداية مسؤولية القلم يعني مسؤولية القلم تشبه مسؤولية المسؤول لأنني يوقع على قرار أو يوقع على تصريح هذا التصريح بيكون وراء عدة قرارات سوف تتبعها مصالح مواطنين أنا لما القلم بالنسبة لي صار مسؤولية لأن هذا المقال بيطلع عليه كبار المسؤولين وبكون مسؤولة أما بالمتح أما بالزم عن جهة أو عن قضية أو عن تناول أي ظاهرة في المجتمع فحملني مسؤولية إضافة أنا يعني يمكن متنوع شوي في طريقة كتاباتي أن أنا ما أسرد المشكلة أنا أسرد الظواهر المجتمعية الموجودة في المجتمع أو المشكلة نفسها لتخص سواء أسرة أو جهة أو ما كنا قبل وما كنا الحين أسرد عليها وماذا نتمنى على أنت ممكن المشكلة موجودة أو الظاهرة موجودة ولكن أنا مش عارفة أن هذه مشكلة أو أن هذه ظاهرة المسؤول كيف بيعرف أو كيف بيتوصلها من خلال قلم من خلال برنامج التنمى يتغسرين أنه لازم يكون هناك ثقة في الكتابة يعني القارئ يثق فيك من خلال كتابتك حمني مسؤولية كبيرة نعم ومصداقيتك ومدى الشفافية تحملينها وبالتالي بينعكس هذا على أثر مقالة في المجتمع وفي المسؤولين وردة فعلهم إن شاء الله الإيجابية وبالفعل في بعض المواضيع وبعض القضايا التي تم طرحها كنت سعيدة جدا أنها كان لها صده من الدولة مثل موضوع الضمان الاجتماعي كنت أحد الأعمدة التي كتبت فيها بس لم تناولتها للإساءة أنا دائما أتبع في أسلوب النقد البناء يعني نتمنى نتمنى الإشارة نتمنى أن هذا يصير في بلدنا لا تجريف فبالفعل لما صدر الأسبوع الماضي أن تعدلت رواتب الضمان الاجتماعي كنت جدا سعيدة لأن كنت بعد من أحد الأقلام التي تكلمت في هذا الموضوع وزادت ثقة في نفسي أننا عندنا بعد قيادة رشيدة أن هناك صوت يسمعنا وفي أزان صغيرة تسمع لكل القضايا التي تنطرح من خلالك حملني بعد مسؤولية أكبر وأكبر وإن شاء الله نكون جادة إن شاء الله لا تغيب المرأة القطرية عن المساهمة في جوانب التقدم التي تعيشها البلاد وهي كثيرة فحاولت أن تحقق لنفسها المكانة المرموقة المطلوبة والتي تلق بمن يوصفن بنصف المجتمع وفي الإعلام ظهرت المرأة القطرية جاعلة من نفسها القدوة الحسنة حرصة على ما تمتلك من مميزات مظهر المحافظ والسلوك وعملات كناقلة صادقة ومحايدة للحدث والمحقيقة بحياد في الملفات التي تتطرق إليها أمام الكاميرا أو خلف المايكروفون أو باستخدام سلاحها الذي طوعته لمجتمعها وهو القلم ولم تعمل صاحبة نون النسوة على اقتناس مكانة مرموقة في أجواء صعبة كون المؤسسات سهلت ومهدت ودربت وتواصلت مع كليات التي تنتج للمجتمع الإعلاميات القادرات على تناول قضاينا ولم يكن هناك رفضا من الرجال لهذه التجربة ولكنهم طالبوا فقط بأن تكون المرأة ملتزمة بتعاليم دينها وعادتها وتقاليدها إن كان على مستوى مظهرها أو طريقة تعاملها مع الآخرين وجوه وأقلام وأصوات نسائية نجحت في الإعلام بشهادة الجميع ليبقى العطاء مستمرا للمرأة القطرية في المجال الإعلامي عندنا معاكم أعزائي المشاهدين بعد هذه التقرير الجميل وشفنا في الإعلاميات متميزات في دولتنا قطر ما زلت معانا أختي العزيزة موزة سحاق تكاتبة ولها بصمة في الصحافة أختي موزة ما وصلت للمرأة القطرية في الصحافة هل يمثل يعني أو يرضي قناعاتكم وطموحكم أو نتقولين هل من مزيد يعني أنا عارف من زمان كاتبات مثل مريم السعد لها بصمتها وأخة مريم الخاطر فيه كثير يعني اللي ما يحضرني أسمائهم الآن وحضرتك يعني كاتبات تكتبونه في مواضيع حساسة مثل مجتمعنا وصلبا هل تحسين بهذه الكتابات هناك عقبات أو هناك يعني إضافات بدت لو تصل لها المرأة القطرية كإضافة كإضافة في الصحافة نعم في الصحافة نتمنى ما بعد ذلك يعني أتمنى أن تكون فيه خطوة الخطوة اللي بعدها يعني يعني ممكن الشخص اللي تتولد لديه كثير من الإبداعات أو الطاقات في موهبة الكتابة يعني فهل هذا المناصب القيادية في الإعلام في الصحافة للرجل أكثر حض أو فرحض صحيح؟ وما ظالت المنافسة قوية ما بين الرجل والمرأة لأنا أحس في كاتبات يعني م شاء الله المنافسة قوية ولما تدخلين المجال تحسين فيه منافسة قوية جدا ما بين الرجل والمرأة وخاصة أن في بعض الإعلاميين بعف مهنيا فلما تتنافس المرأة مع هذا المجال فأجي من الطبيعي أنه بيخاف على الكرسي أو بيخاف على منصب أن يروح منهم نعم أنت تحسين فيه منافسة موجودة فيه منافسة جدا قوية نعم بس المرأة إعلاميا غير وجهة حق يعني كمنصب قيادي نفس الرجل نتمنى إن شاء الله المراحل الياية. تكون فيه هناك أكثر قوة. تتمكين أكثر للمرأة بالنسبة للإعلام. هناك بعض المشاكل التي تواجهنا في المجتمع. ما ظلت قضية الخجل موجودة. هناك بعض النساء أو بعض الرجال التي قلتها. أنا عندي الموهبة. بس لا أقدر تخوف بالنسبة للصحافة. تخوف أن أجد النقد. تخوف أن أنا أتواجه بنقد سلبي. طريقة سلبية. هذا يعني يجب عليها التوعية. لأن هذه ما تترى في الشخصيات. شخص خجول. شخص جريء. ترجع للتنشأ الاجتماعية. يعني الوضع الحالي مفتوح جدام البنات أو المرأة أنها تكتب. يعني ما في شيء يمنعها. بس يبيلها تدعيم. ويبيلها سقل الموهبة. لازم يكون هناك مثلا في تدريب مراكز تدريب للإعلاميين. حضرتك في جريدة الشرق. ممكن يعني بعدهم بيسمعون هذا البرنامج. يعني لابد من مراكز تدريب للصحافة. للمذيعين. يعني مراكز إعلامية. عشان سيطهر هذا الشخص عنده ثقة بنفسه. ومجتمعه هو اللي محضره ومعدة لهذا دوره هذا الموقف. تنمية بشرية. نعم. وفي نفس الوقت تدريب على التوادر. وتمكينهم أيضا. وتمكينهم في هذه المرحلة. لأن هذه المرحلة جدا مهمة. نعم. ويعطونهم بعد عندي يعني فرشة ثقافية. يعني يجب أن يكون المذيعين على مستوى الميكروفون يمثلون تلفزيون دولة. يعني متكلمون عالميا. فيجب أن يكون أعدادهم بهذا المستوى إن شاء الله. إن شاء الله نأمل إن شاء الله أن يكون في مراكز تدريب تتبنوهم من المدرسة للجامعة. لين مرحلة ما بعد. يعني مش بس الاكتشاف. اكتشاف الموهبة جدا مهم. ولكن توجيح حتى الوظيفي. التوجيح حتى أضع الشخص المناسب في المكان المناسب. لأنني أنا تبنيتها منذ صغر. الآن في ختام حديثنا اغتيموزة. يعني نبي نعطي ضوء لوزارة الإعلام. وأيضا للجامعة وجميع أجهزة الإعلام سواء كانت صحافة أو كانت إذاعة أو تلفزيون أنهم يهتمون في النش ويعدون لنا جيل واثق من نفسه ممكن يوصل الصورة أو التحدي أو الرؤية أو حتى الاختراحات الإيجابية لأفراد المجتمع. وطبعا لما يكون صوت من الميدان من مخلوق في داخل مجتمعنا ونبته نظرة إن شاء الله الكل بيتبناها وأشكر شختي موزة إن شاء الله قد أضفنا أو دعمنا موقف المرأة في الإعلام إن شاء الله في الصحافة. الله يخلي شكرا لنتشو وشكر موصول للاستضافة ونتمنى إن شاء الله من تكون البداية من هذا البرنامج إن شاء الله لنقل نوعية للمرأة في الإعلام وللناشئين وتكون فيه نقلة إعلامية كبيرة للمرأة على المستوى ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على المستوى العربي والمستوى العالمي ولدينا القدرات والطاقات البشرية ولدينا الإمكانيات المادية ولدينا دعم اللي هو الدعم الأكبر اللي هو الدولة نعم أشكر جزيلا الشكر إن شاء الله نتواصل معاك في حلقات جائية شكرا لشيخة نورة وشكرا لتلفزيون قطر وبرنامج نون على وجه الخصوص الله يزيج خير وعندنا الحين فواصل أعزائي المشاهدين ونعود لكم ضيفة جديدة تابعونا أدنا إليكم أعزائي المشاهدين مع ضيفة تعمقت في الأعلام وربت في بيت إعلامي ووصلت إلى درجات عالية من التعليم في هذا المجال ضيفتنا اليوم العزيزة ممكن تقدمين نفس الشيخة يا هلا مرحبتين أستاذ المورة أخد أم العبد الملك نعم أنا سعيدة أولا بتواجدي في برامج نون على شاشة تلفزيون قطر وأكيد يعتبر هذا البرنامج متميز لأنه يصلت الضوء على النساء أو على الأسرة وهذا ما نحتاجه في هذه الفترة أكيد في المجتمع القطري وأيضا في الإعلام القطري أمل يعني إحنا مساء حديثنا مع الزميلات من قناة ريان حصة سويدي واختحانان من برنامج فيضحة يعني حسين أن الأكثر حاجة يعني سهلة تدخلها المرأة الصحافة أنت تشاهدين هذه النظرة هي قد تكون سهلة إذا كانت كاتبة لأننا هناك فرق بين أنها تكون كاتبة تكتب من البيت أو تكتب من أي مكان أو أن تكون صحفية أو تكون صحفية أنا بالنسبة لي أنا كاتبة ولست صحفية ممكن يكون صحفية تلفزيونية أزا بروديوسر يعني ولكني لست صحفية ميدان أو محررة صحفية في جريدة لأنه في فرق كبير الكاتبة ممكن يكون أي تخصص أو أي وظيفة ممكن تكون لكن عندها ملكة الكتابة نعم فنشوف كثير من الكاتبات هما مش صحفيات وأنا واحدة منهم يعني أنا قلت أنا كاتبة وعندي عمود من 2004 ولكن أنا ما مارست الصحافة الميدانية اللي فيها تحقيقات واللي فيها نقل خبر واللي فيها تقطية خبرية طبعا هذا شيء مختلف يعني يمكن درستها لكن أنا ما مارست الآن إذا بنشوف من الصحفيات القطريات الموجودات يعني ينعدون على الإيد الوحدة يمكن كمحررات فنتمنى يعني أن يزيد عددهم الآن صار عدد المذيعات والمنتجات القطريات والمذيعات سواء إذاعاء أو تلفزيون صار أكثر من الصحافة رغم أن مثل ما تفضلت نحن نشوف أنها سهلة سهلة لأنها متوارية وما فيها احتكاك أيوه ما فيها صورة ظهور يعني حتى في الأبحاث اللي سووها والدراسات يعني ظهور في التلفزيون 76% لا صحيح يعني وهذا مو شي منسبة بسيطة صحيح وبس أنا أقول حاجة مجتمعنا تتمشى مع النتيجة هذه صحيح يعني في هذه المرحلة يعني ظهور هذا العدد من المقدمات البرامج صراحة شيء جميل يشرفنا كثير أكيد طبعا يعني عمل نقلة نوعية في العلام القطري صراحة وجود يعني من أمثال أكيد يعني يعني وجود ووايد احنا افتخرنا فيه لما طلعت على تلفزيون القطري الله يزيد خير من طيب وهذا يكون دافع لكثير من السيدات اللي ممكن يكون عندهم الرغبة في الظهور فشوفونا النموذج المشرف للمرأة القطرية هنتكلم عن هاي النقطة عن قبول المجتمع ما هي المفاتيح أو التميز اللي تكونين فيه علشان تدخلين كل بيت يسمحوا اللي يدخلين بيتهم فتحوا التلفزيون خلوا مفتوح ما يتسك نش تكونين واحدة منهم اي نعم أنا بالنسبة لين نشأنت تكونين أول شيء واحدة منهم تمثلين إلى هذا المجتمع بالضبط تمثلين في الشكل وفي الظهور وفي الظهور هذا رقم واحد لأنه شكله ويد مؤثر بالنسبة حق المجتمعنا يعني يعني ما أدري هي إيجابية ولا سلبية لكن المجتمعنا يحكم بالشكل رغم أنه هو سلبي لكن هذه ناحية إيجابية صيغة المجتمع أصلا أنت بتطلعين حق هذه المجموعة من البشر صحيح عشان تجبرينهم أنهم يطالعونك لازم تكونين مثلهم أيوة تكونين مثلهم تنتمين لهم والطلعين بالصورة التي هم يحبونها نحن ما زلنا في مجتمع رغم الانفتاح الفكري اللي عندنا لكن نحن ما زلنا في مجتمع محافظ ضروري نحن نرفنا هذا الشيء طبعا أكيد يعني هذه عاداتنا وهذه تقاليدنا المفروضة أن نحن نطلع أيضا بالشكل اللي نطلع فيه في حياتنا اليومية طبعا نتكلم عن المجتمع خاصة يمكن نتكلم شوية عن المجتمع الذكوري لأنه هو صانع القرار بالضبط يعني ما زلنا نخضع لأمه أخته صديقته بتخلطه بتعمته أو تقبلها بهذا الجهاز بالضبط في النهاية ما زلنا ما نقدر نخطي خطوة إلى موافقة أولياء أمورنا الرجال نحن نطلع بالشكل اللي يقبل لكم واللي أحنا ما رح نسيء فيه لا حد يمثل هويتي بالضبط مثل هوية اللي نحن نعيشها وغير عائلتنا دولتنا دولتنا تستحق أننا نطلع بالشكل المشرف لها لأن خاصة في التطورات اللي حين قاعدة تصير لازم المرأة القطرية تطلع بس لازم تطلع المرأة القطرية بشكلها هي مو باستنسخ ثقافة أو هوية أخرى يعني هذه وجهة نظري نعم اختمل شكرك على هالكلام الجميل عندنا هذا التقرير واللي يبرز لنا أهم ملامح شخصية ضيفتنا وإن شاء الله نستمتع في مشاهدته ليست كل الأمثال التي تقال تطبق على أرض الواقع فالمبديعة القطرية أمل أحمد عبد الملك الحمادي تمسك أكثر من دفاحة في كفها منذ بدايتها في مجال الإعلام أنا ما اخترت الإعلام أنا فجأة لقيت نفسي أنا فعلا في طريق الإعلام لأن كنت موجودة فيه من صغري وفي أروقات تلفزيون قطر يعني من الصغر أنا كنت أقدم برامج الأطفال فلقيت نفسي قاعدة أمشي في هذا الدرب حتى من خلال عملي بعض الأعمال مثل ما نقول الإذاعة المدرسية صحافة المدرسية فلما كبرت شوي ومع أثناء الدراسة في الجامعة ومع ظهور أو بداية قناة الجزيرة الأخبارية فحبيت على طول أني أنا أكون من أوائل الناس اللي ينضمون لهذا الصرح الإعلامي الكبير لما تم تجشين إذاعة صوت الخليج وكان في البحث عن كوادر قطرية يعني تخدم البلد أكيد من خلال الإعلام فأيضا حبيت أني أنا يكون لبصمة وحبي للمجال الإعلامي ما اكتفى بالتلفزيون ولا اكتفى حتى بالإذاعة بعد أيضا حبيت أني تكون لبصمة في الصحافة من خلال عمود إقاعات في جريدة الرأي القطرية وبذلك أكمل المثلث مثل ما نقول عملت وتميزت كصحفية ومعدة ومقدمة برامج ومنتجة ومستشار إعلامي وموظفة بقناة الجزيرة لمدة عشر سنوات إضافة إلى تواصلها في التعليم العالي وحصولها على لسانس آداب فلسفة وعلم نفس عام 2000 وماجستير بدرجة امتياز في الإعلامي والعلاقات العامة عام 2014 في زمننا هذا ما في أي صعوبات الأباب كلها مفتوحة جدام المرأة في كل المجالات احنا اللي نذلل هذه الصعوبات لنا ما عد في صعوبات عرابي مثل ما يقولون والدي لأنه هو اللي كان النموذج جدامي من صغري في المجال الإعلامي وفي الشاشة ممكن حين أنا أقول لك أسماء كبيرة من مذيعين من منتجين من صحفيين كلهم بالنسبة لي أنا تأثرت فيهم ولكن في النهاية أنا أفضل أن كل واحد فينا يكون عنده مبادئة يكون عنده أهدافه يكون عنده شخصيته المستقلة في الإعلام ما يشبه أحد في نظري أن المستقبل المشرق الأبواب كلها مفتوحة جدامنا القنوات موجودة جدامنا كل الوسائل التعليمية أيضاً أو التدريبية متاحة كل اللي ينقصنا أننا نبادر النساء العالميات القطريات قادرات وبدليل أن كثير في الفترة الأخيرة أثبتوا وجودهم كثير من الوجوه القطرية أكيد أن أنا أنصح نفسي وأنصح جميع من يشاهدني من سيدات أن أكون لهم بصمة في المجال الإعلامي في قطر لأن قطر تستحق الأفضل أكيد أدنا معاكم أعزائي المشاهدين بعد ما تمتعنا مع أختي أمل بهذا التغرير الجميل اللي يعني يبرز لنا مواطن القوة في حياة أمل ويعطي دعم للأخريات اللي يشاهدونها تعزيز لموقف المرأة في الإعلام أختي أمل هذه المجموعة من تراكمات من التعليم من البيئة أثر على أخوانك بيئتك أنا ما عندي الأخوة واحد إيه إن شاء الله الله يخليه يعني وما عندي أخوات والحمد لله أن أخوي بحكم أنه أيضا تربى في نفس البيئة صحيح أنه بعيد عن الإعلام نهائيا يعني مهندس وتخصصة يختلف عنها يعني في البيت بس بحكم وجودة في هذا الجو الإعلامي بالعكس يعني ما كان فيه أي يعني مثل ما نقول له رافض أو عدم تقبل بالعكس هو داعم لنا سواء أنا ولا حتى ولدتي يعني داعم لنا ومتابع جيد لنا ويعني أحيانا يكون نقدة بعد لاذع يعني لكن أكيد نقد البناء اللي نستفيد منه لأنه هو ممكن يمثلنا مثل ما تقولين وبعد عينا بتكون أصدر لأنه هو كمشاهد يعني أو كمن الجمهور فأكيد يعني أحيانا لما أحب أراءة لما يقولي مثلا عن برنامج معين نسمعه ولا عن مقالة معينة أو كذا بالعكس يعني نزيم بين صديقاتك هل يحسون أنت متميزة وأن أنت ظروفت كلها سهلة أو لا تحسين يقولون لا بس أمل وقفي للدخل في المجال أو لا تسوين كذا أغلب صديقاتي المقربات خارج الوسط العلامي يعني زميلاتي كلهم في الوسط العلامي أعتز فيهم وحبهم ولكنهم وأن نفس الظروف لكن صديقاتي المقربات اللي هم خارج الوسط العلامي بالعكس حابين تجربتي كثير فعلا مثلا ما تفضلت يشوفون أن أنا حياتي سهلة لكن أنا حياتي مبسهلة حياتي صعبة لأن الظهور الأعلامي حتى ما عليك مسؤولية مسؤولية ظهور في أماكن عامة مسؤولية حركاتك شهر على هدوك يعني أكيد أنت تحسين نفسك مقيدة أحيانا أنت لا تقدرين تقادين طبيعية مسؤوليتك حتى الآن في كلامي هذا معك أنا مسؤولة عنها يعني عرفتك مقالاتي أنا مسؤولة عنها فتحسين أن أنت دايما لازم تفكرين تعملين حساب تعملين حساب في القعدة في القومة في كل شيء مضاف يعني أنت أنت عايش حالاتك طبيعية سهلة سلسلة لكن بعد أيضا تحترمين تحترمين نظرة الناس بالضبط المجتمع أهوة اللي مثلا نقول ينجحك و أهوة ممكن يفشل فأنتي لازم ضروري تحترمين هذا المجتمع تحترمين ظهورتش قدامه فهو مبسهل وعلى فكرة العمل العلامي يعني أكيد حضرتش أنت حين قاعد تشوفين أنه هو مبسهل تلعي من بيتش من صبح لهم بالليل يعني يمكن في مناسبات و أعياد أنت ما تكون موجودة فيها يعني صالح أحس يعني أمانة صحيح أمانة لأن أنت عندش رسالة قاعد تقدمينها عندك رسالة خلال مثلا ساعة لابد الإنسان يتقل له صحيح فيما يقوله أو يشاهد أو يراوي للناس صحيح حتى فيما نكتبها وحتي الكتابة يعني أمانة يعني فينا استدقفت وتتبعت صحيح فلابد نحرص كل الحرص صحيح على الأمانة اللي الله عطاننا إياها يعني مرات مثلا يعني أنا تيني إيميلات أو مثلا مشاركات عبر شبكة تواصل الاجتماعي نكتب في هذا الموضوع أنا حتى يمكن لو أنا مش مؤمنة مية في المية أو عفوا منقارة فأنا لازم أنقلها لأنها هي أمانة يعني وممكن أحط عليها تعليقي سواء كان إيجابي ولا سلبي بس في النهاية أنا لازم أنقلها فإحنا مسؤولين جدام المسؤولين وجدام المجتمع في أنش أنت تنقلين وتكونين حلقة الوصل يعني بين صناع القرار وبين الرأي العام الإعلامي بشكل عام لازم يدخل متسلح بعدة أسلحة هم شيء الثقافة لأن للأسف أنه في ناس يدخلون من كل شيء تخضيني شوية من كل التخصص ضروري أن يكون الواحد أن جزح تبعت لحظين ساعات في مذيعات برامد يعني السابقات يعني كانوا يعني يبدلون جهدهم بس في الطريق الخطأ صحيح يعني ما كان هناك يعني الرؤية الصادقة التي توصلهم إلى قلوب المشاهدين أو المستمعين هي يعني طبعا يعني استذرور هي ملكة بعد يعني شوفي هو القبول من عند الله صح صح سبحان الله الناس تحبك ولا الناس ما تحبك بالإعلام هذا يعني من عند الله لكن يعني فيه أساسيات لازم الواحد يسوي توفر فيه صح يعني لازم يتوفر فيني اللغة الجيدة لازم يتوفر فيني يعني الثقة بالنفس الحضور واحترام المشاهد والتفكير يعني أطلع بشكل يعني يليق بالمجتمع متسلحب بمفردات بتركيب جمل كويس يعني فيه كثير أمور لازم الواحد يقرى فيها على الأقل قبل الله إلا يخوض هذا المجال يعني عساسنا وأعتقد مثلا تفضلت الدولة فاتحة لنا المجال والنساء موجودات هاي أمانة عندنا نعم والنساء موجودات كل اللي علينا أننا نبدل جهدنا فأننا فعلا نثبت بصمتنا في كل المجالات لأن فعلا يعني قطر تستحق أننا النساء يكونون موجودات في المجال الإعلامي تحديدا يعني لأن ما شاء الله يعني الآن في كل المجالات صار في نساء هذا اللي احنا نتمنى أن يكون في عندنا يعني نساء مؤهلات للقيادة إن شاء الله اختي أعمل أنا شاكرة لك حديثة جميل وكشخصية نورت برنامجنا حديثتي وإن شاء الله تكونين نموذج إيجابي لكثير من البنات اختي أعمل شاكرة لك وجودت والله أنا اللي أشكركم سلمع الوالدة كثير الله يسلمك حديثة نورت برنامجنا بعد حلقات سابقه سلمع الوالدة الله يزي خير أعزاء المشاهدين بعد هذا اللقاء الإعلام اليوم المتنوع ما بقى أحد ما ظهرنا لكم الله يزيكم خير وإن شاء الله استمتعتوا معانا ونكون خفاف على قلوبكم وإزاكم الله ألف خير ونشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله من نون اشتركوا في القناة